السلام عليكم خالد الشنيني كان واحدا من المقاتلين الذين انضموا للمقاومة في أيامها الأولى بمدينة تعز تعرض لجراح في إحدى معارك الدفاع عن المدينة وظل مؤمنا بقيمة الحرية مكافحا في سبيل وصول اليمنيين لدولة مدنية ديمقراطية يحكمون فيها أنفسهم وفي منتصف العام 2017 خرج من منزله صباحا ولم يعد لم يمت في معركة ولا وقع في أسر ميليشيا الحوث التي بذل روحه في مواجهتها بل اختطفته إحدى فصائل المقاومة التي قاتل في صفها ومنذ ذلك اليوم لا يزال أهله يعانون في مشوار طويل من الحزن والرقض في ملاحقة بوارق الأمل أو الهروب من هواجس اليأس نتابع قصته في الفيلم التالي ومن ثم نعود كمل الصباح ودخل الحمام ماذا كاي صيح من تحت ذا وليد الزبوت قال لأخو ذا قمال قل لي وليد هذا أنا بنزله الآن وذا قل السيم تستنيه تحت بداله كمال قال لي ما ما تحتاج الشيء قالت له انتبه كماني مرتاحش الوليد والله كده كلمته انتبه هذا وليد الزبوت اني مرتاحه روش ركب معه بالموتر من ذلك اليوم ولا عشفنا له الصورة رحت بعد أقريبه بعد أبو العباس فأقابله لقيت عزي العزي قلت له يبني قاتل معكم مفروض انتبه تابع معه كان هو مع حمود المخلافي بعدين رقع معكم ها لما حتى أصحاب المدينة كلهم يقعوا مع أبو العباس وأصيب بثعبات ويقاتل معكم قال لان اختطف محنا جاين فينو قال اعتبروا حقالو شنل الثيل حقالو بقيم جبال شنل الثيل بعدين ثاني يوم لقيتني شوان تواتيب من المدينة جاءنا شوان نبينة قال ها 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 لو لقيت لهذا تحمد الله هذا أنا شوان تواتيب بعد اربع ايام قصيتو ندور رقم هذا وليد الزبود قال لنا اطلعي لعند ايمان بابوري وهو بيقول لك ايش في انت وابو هو بيقول لكم بقصة خارج ايمان بابوري هو ذا وليد الزبود هم كان هم تبع الدولة الاسلامية لما طلعنا وندور قابلي العنوان قابت اذا ايمان بابوري قدام المدرسة حق ابو العباس قال لي ابنك ما عملش حاجة ابنك عمل عبوة ناسفة للأمير ابو الوليد واحد اتقطع وصال والثاني بغرفة الانعاش رقع كذا قام يتصل لما شاف هذا انهار شاف ابو خالد انهار وفلات مع السكر التفاعله وذا قام رقع يمسكو يدخلوا لسيارته قام دخلوا لسيارة حقه ويتصل لتلفون والتلفون مشبوك مع ايم بي ثري بالسيارة يعني الصوت مليان تل السيارة وهو يكلموا يكلموا واحد يقول له ها كيف قيت هذا على اساس الذي بالانعاش قال له الحمد لله نت عبرت له كذا بسط بيدي والان ربطيه وشاق اخذ منك الفلوس قال له ها وابو الوليد كيف قاء هذا اتقطع وصال قال له قال نزلي قويت ما في بوش حاجة قال هي الحمد لله الحمد لله ما بند معه الحمد لله ذو ما فيش حاجة ان شاء الله خير وبنشوف رقع هاذاك اتصل لا ايمان بابوري وحن بينا بعد خمس دقائق كذا قال له ما لك ايمان تدبش نامونو قم بقى الاستكذب عليه كذا الكلام هذا حصل وربي شاهد عليه يعني اني من هذه اللحظة دريت انه في مؤامرة على بني ولعبة في لعبة يعني ما في لا قتلى ولا انفقار ولا في اي حاجة هو خطف خالد بثنين وعشرين سبعة هذا الكلام حصل اه الفين سبعة عشر هذا الكلام حصل تقريبا بثمانية بثمانية سبعة بثمانية وعشرين سبعة لما اني بديتو ادورني لانني اتصل لتلفون ابني كان اللذي يعني يرين يرين لما يفصل اكل موبل واتس يفتتحين الرسائل ما فيش حد يرد علي اكل موبل ماسنجر يفتتحين الرسائل ما حد يرد علي واني اسبلو اني حسب انه وين انت يا خالد ولا تكون رقعت القبهة لتكون ملع على الاقل طب من زوجتاك طب المهم من هذا الكلام اني حسب انه ما قاش على بالانه يعني ما بيرقاعش خلاص قلسي التلفون حقه مفتوح عشرين وبعد اتغلق فيما عنا معلومة لا كامل حين لاخر يقولوا شوف انه بمحل فلان بمحل ضعطان يخابوا بس على مصاب ها طيب الناس مقلوين لا يخابوش ربنا احنا شخصيا ما عايهم مناش ابني اهم عندي من حياتي واشي ابني قبل لا حتى لو روحنا هم حق ابني بعدين ما تكونوا نحنا يقل لنا يعني ناس قبوا اشاعات قلعوا له عيونه بقتوا له يداته حرقوا له فعلوا له كذا من نفس هذا الخبر بس اشاعات اشاعات اوا بالمدينة والذي ينزلوا الاشاعات تعرفهم يعني معرفة شخصيا هم الذي يقولوا أبو العباس رفضي قابلنا ثم ثلاث رحت المدرسة لحته قلب عمرات وأجلس رمينة الساعة ثمانية للساعة ثلاثة وخرج يروع وانا قالت بالمدرسة اخر مرة واحت وانا شارونة شلة الضغط مرتبع عندي الاخر والسفر وانا ثلاثة ثلاثة ايام انا لما اشوف ملاحظ ضايع وحيد اتحلتنا وصاهيري وحدنا وذوقتي احنا الثلاثة نقري انا واذا تقولوا تعطلوا معنا الصح بس ما بيش فاعل احمل المسلية الام يدوننا انهم اقبضوا عليه مين رمضان ايش نتيجة تقول له اشي على مصيري بني حي ميت اشي بني وحالة هذا المقلم للقضاء لدينا العقاب العاجل عبنا الاخرين طبعا انا اول ما بدأت اتابع بعد قضية صهيري خالد اللي نا اعتبره اخي الصغير وصديقي يعني خالد تربطني فيبو اكثر من علاقة فبالبداية كنت اتابع لكن متابعة وكأنك تبحث عن شخص في مدينة اشباح يعني دريته من هناك لعبة بعدها قال لي طيب الان ابني اين هو؟ قال لي بالكدحة ابو الوليد شلو معاه يحقق معاه بالكدحة قالوا طيب انت اللي قلت تحقق معاه قال لي التحقيق اولي الانقشة اللي انه الكدحة بيشوفوه بعدين عادي بيرقع انا بعد ما شفت انهيار عمي وعمتي الذي يعتبرهم ابي وامي يعني خاصة انا اقدر انا دمعة عمي ودمعة عمتي يعني تثيرني كثيرا خاصة انهم في سن متقدم وكذا ما فينا احنا الثلاثة اساسا عمي وامتي وانا احنا اللي نتابع ما فيش معانا حد ما فيش معانا حد سواء حقوقي او ناشط او كذا بيتحرك عمليا يعني كل التحرك عبر الناشطين اعقاب في البسوك دعا في البسوك يعني تمام قزيهم الله خير لكن احنا الذين نشتو تحرك على الميدان تحرك في الميدان انا صار خطوبيه قبلي انضغط السوكال الكوليسترول القرحة بالمعدة اخر مرة ابنه توفى بعد لان عام الثانية القدر بعد سبعة شهور من اكتفاه حسيت لانه فرحت ادفع دم وكنت ماموت تعبونه صنعه انا عندما كنت ابحث عنه كنت ابحث يعني بطرق يعني مغلقة لدرجة ان انا تعرضتنا لمحاولة الاغتيار لكن انا كنت اقول عندما اشوف يعني سن عمي وعمتي وهم يتابعوا لحالهم الاثنين كنت اقول والله روحي في ذا لهم الاثنين وروحي في ذا لخالد لانه خالد كان اخي الصغير الكبر وفوق هذا كلهم يعني حاولنا انحنا نوسيط الناس لانه صعب صعب الجماعة هذه انك تحاورها يقول لك انت مقنون تحاور هذول الناس انت مقنون بيقول قرحوا رأسك فكنا نحاول ان احنا بشتى الطرق بشتى الوسائل ان احنا نشوف الناس المقربين منهم على اساس انهم يساوموهم على اساس انهم يتحاوروا معاهم بالتي هي احسان بالجربة لكن تعرضنا للخطر اكبر واكبر حتى تم احيانا كان بطريقة او باخرية يتم تهديد اطفالنا حتى يعني وصل الى هذا الحد هذه الناس ماش دولة اسلامية ايش من دولة اسلامية دولة يقدر بحرنا يقتفى الناس الان هو يحضن الدولة الحقيقية اذا كانوا ما يقبضوا من حققوش معو ما فعلهم اللا الخاء المختوفين وهم بالمئات لايش ابا بقاهم لديك التعيز ايش بقاهم بتاخل التعيز يذهبوا للقحيم اذا كنت انتشون الحاجة لنقلي من باب لا باب لا باب ولا نلاقي نواق؟ أنا وهو يعني حصل كذا وكذا قالتولي الأخي أنا ما نش مصدق له جابا الكلام الذي حصل بالليل بأمارات كذا كذا قال خالد يقول لأمه معرف اللي وهو وخوخة الجمال فقط لا غير قال أنا خلاص يعني في روحته جابا جابا العنوان وقابا ذنه أخي ودي الأغرض ذين لا عندهم بداخلت البيرين داخلت البيرين أدري إيش اسم المنطقة قالتولي أنت وروح للبيرين وهون بيعلموا ويوصلونك لعند خالد لما رح قابلوا منه اثنين شلوا منه الحاجات قالوا له لأنه وقت اشتباكات مش تعرفش نودك لعنده بس قابل الحاجات هذين له خمص واختفيدة كله إحنا كنا نقول إن إحنا كنا نقول إن إحنا سنصل إلى القنة عندما يتم القبض على أبو الوليد الصنعاني وكان هذا شيء مستحيل كان هذا من المحال إنه يتم القبض على أبو الوليد الصنعاني زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في تعز في مدينة تعز وعيدنا وذوقنا الأربعة الأعياد اللي ما ذوقناهنش خلال فترة اختطاف خالد عيدنا هذك اليوم يوم مقبض على أبو الوليد قلنا خلاص الحاسمة خلاص يعني عمر بن الخطاب بيوصل يعني بسيفة العدم لكن للأسف الشديد تفاقأنا بأنه إحنا منكسرين أكثر عندما قبض على أبو الوليد الصنعاني من الذي كسرنا ومن الذي خذلنا المؤسسات والأجهزة الأمنية في تعز إحنا مقتول أمام من لما مات بتعزين مرة أحب بلم مش برضاي لحلونا عارب مصيرو ألتح يعني إحنا أربعين يوم ما نهجعش لا ليل ولا نهار يعني يومياً نبكر أنا وعمي هذا بسنه هذا بسنه هذا أحياناً ما يعرفش بمشي بالشارع يعني لأنه كبير بالسن ومرض وتعب مع القضية أرجع أستحية أقول له خلاص روح هنا بتابع أنا روح هنا بتابع أنا بكملا وخليه يروح وأحيانا أتابع هو مش عارف وأحيانا أتابع أروح أماكن وهم مش عارفين لأنه سنهم كبير وما فيش حد حتى المحاميين يخافوا حتى أي شخص يشتيد دخل مقرد ما يقلس يومين ثلاث يقولوا لا ينتبه أنت في خطر أنت كذا ينسحب ما فيش ولا شخص فلذا قررت حتى لو أنا في مئات خطر يعني لازم أن أكمل طريقي لازم أن أكمل طريقي أربعين يوم لنا نتابع متابعة حثيثة من مؤسسة أمنية لمؤسسة أمنية من جهة قضائية إلى جهة قضائية أوراق ومذكرات ورسائل ومرافعات وتوقيهات وفي النهاية تخيل حتى المذكرات حتى المذكرات أحيانا تضيع يعني أحيانا ما يرقعوا حتى حتى لو فيه توقيه تروح تستني مثلا يعني يعني إيش بيوصلك التوقيه هذا لاوين بيوصلك ما فيش قتلوا أسرة ما خطبوا أسرة قتلوها أنا نتألم ليل بن يهار أخواته أخوانه أصولنا المقربين مننا قتلنا إحنا كلنا أسرة أصباح ما نحس بطعم السعادة ولا بالعيد أي عيد مارش طعم مناسبات مارش طعم هالناس يعيدوا في شعونا شو محديد مثل هذه الحال يعانيها آلاف الأباء والأمهات في اليمن الحزين تمر عليهم الأعياد تذكرهم بأحبابهم المفقودين والأماكن تثير أحزانهم ومرور الأيام يعمل في أكبادهم فعل السكاكين شباب رباهم أهاليهم للحياة ثم لم يجدوهم بين الأحياء ولا وجدوا لهم قبورا بين الأموات بدأوا البحث عنهم في المشافي وأقسام الشرطة ولا يزالون يبحثون عنهم في ثلاجات المشافي وفي رفاة القبور الجماعية التي يكتشف المزيد منها بين فينة وأخرى مشاهدين الكرام قضية المختفيين قسريا موضوع حديثنا مع المحام والناشط الحقوق علي أصراري ينضم إلينا من مدينة تعز مرحبا بك معنا سيد علي مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين نعم تابعنا قبل قليل في الفيلم قصة أسرة فقدت واحد من أبنائها منذ منتصف 2017 يعني وهم لا يعلمون عنه شيئا نود أن نسألك أولا عن الضمانات القانونية التي تحمي المواطنين من الإخفاء القسري اسمحي لسيدتي أولا أن أعرق قليلا في موضوع الإطار القانوني بما يخص هذا الأمر لحساسيته صادقة اليمن على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحماية الحريات الشخصية وصون الكرامة الإنسانية والعمل على عدم المساس بهما بأي شكل من الأشكال باعتبارهما تمثل الركيزة الأساسية لحقوق الأساسية لبنية البشر ككل بدون تمييز وتعتبر هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص أو الاعتداء عليها والاعتداء عليها يعتبر بمثابة قرائم ضد الإنسانية وتعتبر قرائم لا تسقط بالتقادم تعتبر اليمن دولة طرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن في عام 1994 بموقع المادة ستة من الدستور المعدل والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي تكون الدولة هنا هي المعنية وهي صاحبة الإختصاص بهذا الأمر إذا كان هناك مثلا اشتباه أو هناك بلاغ أو هناك قريمة مشهودة على شخص معين فمأمور الضبط القضائي والمتمثل بالشرطة هو من يقوم بذلك لأن هناك قانون نظم تلك القضايا فيشعر المتهم أو المشتبه به أو المبلغ عنه بالتهمة المنسوبة إليه ومن ثم إذا كانت هناك دلائل أو أدلة أو إثباتات قاطعة يتم إحالته إلى النيابة خلال 24 ساعة ما لم يتم إخلاء سبيله أو الإفراج عنه سواء من قبل مأمور الضبط القضايا المتمثل بالشرطة أو بالنيابة العامة وقد كفل القانون والدستور اليمني وقانون الإقراءات الجزائية في أحكامه بأن على الشرطة أو مأمور الضبط القضايا أن يوفر الحماية للمقبوض عليه أو المشتبه به ومن تلك الضمانات مثلا أن يسمح له بالاتصال بذويه أو أقاربه أن يسمح له بالاتصال بمحاميه أن يسمح له بالاتصال بالعالم الخارجي حتى يعلموا بأين يتم احتجازه أو أين يتم وضعه نعم إلا صلمت من كلامك أنه لا يجوز لأي جهة أمنية أو عسكرية إخفاء شخص ما بسبب ظروف الحرب إذا ما تم إخفاء مواطن مثلا ما هي الأثار القانونية المتلتبة على ذلك كرامة الإنسان لا تقبل التكزية سواء في أيام السلم في الظروف الطبيعية أو في أيام الحرب وإن كان في أيام الحرب فهناك قوانين تحمي ذلك المواطن الدولة معنية بذلك عندما نتحدث عن الدولة أما إذا كان هناك أطراف خارجة عن الدولة فتلك أحكام ينظمها قانون الحد من الاختطاف والتقطع لأنهم يعتبروا عصابة وتعتبر ميليشيات وتصل عقوبتهم إلى حد الإعدام الذين يمارسون تلك الأفعال أما عندما نتحدث عن الدولة فالدولة تقوم بإقراءاتها متمثلة بالشرطة ومأمور الضبط القضائي ومتمثلة بالنيابة العامة كونها هي من تحرك الدعواء الجزائية تجاه المشتبه بهم أو من تورطوا في أعمال جنائية قسيمة أو حتى غير قسيمة عندما تقوم الدولة بممارسة هذه الأعمال يجب أن تستند للقوانين ويجب من يقوم بتلك الأعمال أن يكون لديهم الكفاءات والقدرات في التعامل مع أولئك المشتبه بهم الإخفاء القسري لا يجوز إطلاقاً سواء في الظروف الطبيعية أو في ظروف الحرب وقد كفلت القوانين بحماية ذلك المقبوض عليه أو المشتبه به حتى لا تنتهك حقوقه ولا تتخذ لده إقراءات باطلة تستند إليها أحكام أو تستند إليها إقراءات قد تمس بحياته أو قد تمس بقسد ذلك الشخص نعم في حال إذا ما تلقت النيابة بلغات حول الإخفاء القسري كيف تتصرف ما هي الإجراءات التي تقوم بها النيابة طبعاً نصات المادة 11 من قانون النيابة العامة بأن صاحب الحق في رفع ومباشرات الدعوة العامة هو النائب العام ويعتبر أعضاء النيابة وكلاء عنهم إذن هناك حق عام تمارسه النيابة العامة في تحريك الدعوة الجزائية ونصات المادة كذلك 55 من قانون السلطة القضائية على أن النائب العام هو المختص بالدعوة العامة بصفتي نائباً عن المجتمع هناك حق عام تقوم بتحريك تلك الدعوة النيابة العامة كونها هي المختصة وهناك حق خاص هو المواطن الذي يقوم برفع تلك الشكوى أو الدعوة الجزائية كما نصت المادة 43 من قانون إقراءة الجزائية بأنه لكل من لحقه ضرر من القريمة رفع الدعوة المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن القريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوة الجزائية إذن هنا المواطن معني برفع الدعوة كونه يطالب بالحق الخاص ويطالب بقبر الضرر والتعويض أستاذ علي إذا ما سألتك عن نقطة جزائية بسيطة إذا أمكن هل هناك طريقة معينة لإبلاغ النيابة والجهة المسؤولة بحالة الإخفاء القسري أم كيف يتعامل الضحايا وأسر المخفيين في حال تقديم بلاغ أولا تجميع بيانات الضحية أو ذلك المخفي قسرا والوثائق التي تؤكد أن تلك الجهة أو تلك الجماعة قامت بإخفائه قسرا والأدلة أو الشهود أو التقارير الطبية هذه من الأمور التي يجب تجميعها ورفعها عبر النيابة العامة لتحريك الدعوة القزائية تمهيدا للمطالبة بإخراق ذلك المخفي قسرا أو التحقيق معه إن كان هناك قانب قانوني يجب أن يتم التحقيق معه أو الإخلاء السبيل هو لا يجوز الإخفاء القسري ولا توجد أي قوانين تسمح بإخفاء مواطن قسرا أو ناشط أو صحفي أو سياسي هناك إقراءات تقوم بها الدولة مثلا في حالات استثنائية معينة عندما تشتبه بأشخاص معينين مثلا أنهم من تنظيم القاعدة أو من الجماعات الخطرة التي لا يجب أن توجد بين المجتمعات هنا تتخذ إقراء معين من أجل أخذ المعلومات اللازمة من ذلك الشخص إذا كان يتبع جماعة معينة هذه الحالة الاستثنائية التي سمح بها القانون فقط أما القبض والاشتبافة هناك قوانين تحمي ذلك الشخص وتحمي تحركاته وتنقلاته من مكان إلى آخر إذن هنا أسرة الضحية أو المواطنين أو الأقارب هم من يقومون بجمع البيانات ورفعها إلى مأمور الضبط القضائي أو إلى النيابة مباشرة والنيابة تقوم باستدعاء أولئك الأشخاص الذين قاموا بإخفاء هذا الشخص والجهات والدولة هنا تقوم إما بتجريدهم من وظائفهم إذا ثبت بأنهم متورطون بإخفاء أشخاص معينين أو التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة نعم فهمت من كلامك أنه يعني لابد على الضحايا من تقديم شكوى مكتوبة أيضا عليهم أن يحضروا معهم بعض الشهود إذا ما توافرت كل هذه المستلزمات أو الشروط على ذوي الضحايا لتقديم بلاغات للنيابة وتم فعلا تقديم هذه البلاغات كيف تقيم أن تتعامل النيابة مع ما يصلها من بلاغات الإخفاء القسري النيابة العامة أو المأمور الضبط القضايا المتمثل بالشرطة هي معنية بتحريك تلك الدعوة التي ترفع إليها طالما تلك الدعوة مكتملة الأركان صحيحة واقعية وليست وهمية أو بلاغة كيدية يتم التعامل مع تلك البلاغات بجدية وتمهيدا لإحالة المتهمين فيها أو المشتبه بهم إلى المحاكمة لكن هناك قصور يحدث حاليا قد يكون لعدم وجود كفاءات أو لعدم اكتمال أعضاء النيابة أو عدم وجود النيابات المتخصصة خلال فترة الحرب هناك قصور في التعامل مع تلك البلاغات لذلك معظم المواطنين لقوا إلى منظمات منها اللقنة الوطنية للتحقيق في الدعاة انتهاكات حقوق الإنسان حيث تلك اللقنة قامت بالتحقيق ونزلت إلى أماكن واسعة في المناطق المحررة ومناطق غير محررة وأخذت بيانات وبلاغت من المواطنين لكن يأتي الدور هنا كذلك للنيابة العامة وللمحاكم هناك قصور يجب أن لا يستمر هذا القصور كون هناك أشخاص مخفيون قسرا وهناك أشخاص يتعرضون للتعذيب وهناك أشخاص يتعرضون للتصفية من جماعات لا تعترف بالقانون ولا تعترف بالدولة ولا تعترف بأي إقراء يحفظ كرامة هذا الشخص وكون تلك الجماعات المسلحة ليست هي المعنية وليست صاحبة الإختصاص في القبض وفي التفتيش وفي الإقراء التعسف الذي تمارسه على المواطن أو على الناشط نعم أستاذ علي في حال تعرض المخفيين قسرا للتهديد والوعيد وأيضا تهديدهم هذه التهديدات قد تصل إلى التصفية كيف يتم التعامل ما الذي بيد هؤلاء ذوي الضحايا نحن نعلم بأن هناك منظمات معنية بهذه الأمور يجب عليها أن ترفع بتقارير ذلك التهديد وذلك الوعيد وتلك الممارسة التي تمارس على أسر الضحايا وأن تذكر بالأسم تلك الجهة التي تمارس هذه الأفعال فنحن نعلم بأن هناك اعتداءات سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو ما حدث في بئر أحمد من اعتداء على ذوي الضحايا وتلك من القرائم المستمرة التي بدأت بالمحتجز والمخفي قسرا وانتهت بالاعتداء على من يطالب بإخراج ذلك المشتبه أو ذلك المواطن لكن هناك اتهامات توجه لقادة وهي معرضة للمساءلة في المقاومة وخصوصا في مدينة تعز تواجه لهم الاتهامات مباشرة بإخفاء بعض المواطنين قصريا وتهديد أهالهم وذويهم كيف يتم التعامل معهم؟ ما هو الإجراء القانوني المتبع بحقهم؟ وهل يتعاملون مع ما يتم إسناده إليهم من تهم؟ أي جهة ثبت تورطهم بعملية إخفاء قصري أو اختطاف مواطنين أو تعذيبهم أو التحقيق معهم وهم بدون اختصاص فيجب على الدولة ويجب على النيابة التحرك فورا وبشكل عاقل لمعاقبة أولئك الأشخاص أو تلك الجهات لكن نحن نعلم أن هناك أحيانا خلق في الأوراق مثلا في محافظة تعز الذي حدث مثلا إذا تحركت الدولة أو اللقنة الأمنية للقفض على مشتبه بهم هناك من المناكفات بأن هؤلاء هم تابعين مثلا لحزب معين أو لجهة معينة وليسوا لقنة أمنية فالمواطن يستمع تلك التصريحات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام ويبني عليها فمثلا وصلت بلاغات إلي شخصيا بأن هناك مجموعة مسلحة قامت باختطاف فلان من الناس وإخفائه ولا يعلم أين هو الآن وعندما يتم التأكد من ذلك البلاغ نتأكد بأن هي الشرطة من قامت بذلك الإقراء خاصة في فترة معينة في محافظة تعز بسبب الاشتباه من أولئك الذين العناصر الخارقة عن القانون التي أضرت بالمواطنة تعزي وأضرت بمحافظة تعز ونحن نعرف بأن محافظة تعز خرقت عن بكرة أبيها تطالب بالقابض على تلك العناصر كونها أضرت بالأمن العام والسكينة العامة وما يحدث الآن في غرب محافظة تعز هو نتيجة لتواقض تلك العناصر في تلك المناطق واستمرارها لتلك الممارسات كما نؤكد لنا المواطن بأن هناك دولة وهناك لقنة أمنية يرأسها المحافظ تقوم بواقبها استناداً للقانون ولا تعتبر تلك ميليشيات كما يسمعون أو كما يسمعون الذين يصرحون بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام إذن على المواطن أن يعي تماماً بأن هناك دولة تقوم بواقبها لكن إذا أخلت تلك الدولة أو تلك الجهة المخولة بالتحقيق أو المخولة بالقبض أخلت بواقبها وانتهكت حقوق ذلك المشتبه أو ذلك المواطن أو ذلك الناشط فعلى ذوي الضحايا أن يبلغ المنظمات ويبلغ المجتمع المدني ويبلغ الدولة والقضاء بأن هناك ممارسات غير قانونية تمارس على ذلك الشخص ويجب التحقيق مع أولئك المنتهكين وإحالتهم للمحاكمة نعم إذن نكتفي بهذا القدر أستاذ علي لضيق الوقت المحامي والناشط الحقوق علي الصراري كنت معي منتعز شكراً جزيلاً لك مشاهدنا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أسرة المخفي قصرياً خالد الشليني تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة